السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعة عادل فتح في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال ما تنسوش اللايك والشير فضلا وليس أمرا نخش النهاردة على حاجات كتيرة جدا جدا عندنا الحج جابر ومحمد والحجة والعمرة بتاعتهم وفي كلام كتير عايزة ألف العمرة وأم حسناء وشائتها الجديدة اللي عن نيل لأنها طبعا هي في سيدي سالم بينها وبين النيل تقريبا حوالي 15 كيلو فعايزة بقى النيل بيجي من عند تسوق بيمر بفوة بيجي على مطوبس بيطلع على بيانة يعني هي بقى عايزة تبقى النيل قدامها علشان تفتكر البلد ماشي 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 مهي بنت النيل والحاجة الثالثة السحر اللي موجود واللي مش مصدق لا ده موجود وحزبط لكم بالدليل القاطع ان السحر موجود في حاجات كتيرة جدا مرت بنا بس مش عايزين زاكرة بتاعتنا تكون زاكرة السمك ونرجح تاني للأحداث ونقول أول حاجة الشقة الجديدة اللي اشترتها أم حسناء أو أبو حسناء على النيل مباشرة شقة جميلة احنا شفناها بس أنا خلاص بقت أم حسناء مش هتكلم في قناتها خالص لان واضح ان أبو حسناء يعني مش حابب ان انا اتناولها فانا انطلبت مني كتير على الواطس والناس قالوا لي لازم تقيمها وكده وهل هي هتسيب الشقة بتاعت الفلة بتاعت الشيخ زايد انا اعفوني او المطعم او اي حاجة او الشغل او انا اعفوني تماماً وانا خلاص منسحك تماماً من تقديد قناة ام حسناء اللي انا بكنلها كل تأدير وكل احترام وكذلك ابوها وبنتها المتجوزة وبنتها البنت البنوت ومحمد ومحمد فما تزعلوش مني معلش طلع ام حسناء انا مش اقدر اغطي اي حاجة بخصوص ام حسناء طيب بعد كده هنخش بقى على العمرة اللي بيعملها الحاج جابر ومحمد ابنه الاستاذ محمد والحاجة الكبيرة الف الف نهار مبروك طبعاً هما الناس برضو بيقولولي اعمل لنا عملية تغطية انت مال ليه ما بتغطيشي عن حاضر هقول لكم وهم دلوقتي في المدينة المنورة المدينة المنورة دي كان اسمها قبل الاسلام يسرب ويسرب هو الاسم اليهودي لها لان كان سكان كتير جداً يقطنوا المدينة المنورة من اليهود يهود بن النظير يهود بن النقاع وبعد كده انتوا عارفين بقى ايه الباقي وكده فلما دخل رسول صلى الله عليه وسلم وقبلوه اهل المدينة المنورة في الهجرة التانية لان احنا كان عندنا هجرة اولى للحبشة هقولها لكم برضو قبلوه بيطلع البدر علينا من سنيات الوداع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع المدينة وراح اطلنها المدينة المنورة لانها نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابه اللي هجروا اليها وبعد كده توفدوا اليه الهجرة الاولى على فكرة كانت للحبشة الحبشة يما كانت بتضم مثلاً اسيوبيا واريتريا وجيبوتي لما راحت اللي كان على رأسها سيدنا عثمان ابن عفان وزوجته رؤية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم دي لما اشتد ايزاء قريش بالمسلمين ارسلهم على طول سيدنا محمد وقال لهم هجروا الي الحبشة فهناك ملك لا يظلم عنده احد اللي هو الملك النجاش حلوين انا بديكم برضو معلومات دينية يا جماعة مع القناة ومع اليوتيوبرات علشان احنا دخلين يوم الحد اللي جاي خلاص كل سنة وانتو طيبين شهر رمضان المبارك اعهدوا الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات طيب الحج بقى طلع من مصر كده على المدينة المنورة ما يبقاش حارب هيحرم انت بقى وهو رايح لمكة هيحرم لان لازم يعدي على ابيار علم بعد المدينة المنورة بمسافة فحيحرم بقى من داخل هو محمد هيحرمه من داخل المدينة المنورة علشان لما يطلع اوتوبيس او طيران بس انا تالي هو اوتوبيس هيوصل لمكة يبدأ يعمل عمرته بقى ولو راح حتى من غير احرام يقدر يروح مسجد التنعيم او مسجد السيدة عائشة هو على تخوم مكة المكرمة ياخد احرام ويحرم ويقدر عمر علشان بس في ناس كتير طيب المزارات بقى ايه اللي هو بيزورها اول حاجة البقيع البقيع ده المقبرة الكبيرة اللي فيها عشرات الالاف من الصحابة وقال البيت الاطهار الاكرام اللي مدفونين فيها تقريبا مساحتها مية وتمانين الف متر مربع هي بينها وبين الحرم تقريبا من ربعمة متر حواليها صور رخام بقى دلوقتي ايام نحنا كان صور حديدي بس ما عرفش مدفون فيها طبعا سيدنا عثمان ابن عفان زنورين برافو زنورين ليه لانه تزوج اولاد الرسول الاثنين رؤية وبعدين لما توفت رؤية اتجوز اختها ام كلسون اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا مدفون فيها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم معادة السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة ميمونة امهات المسلمين ماشي امهات المؤمنين يا جماعة يبقى احنا كده خلصنا كذلك مدفون فيها ايضا السيدة فاطمة الزهراء ام سيدنا الحسن والحسن وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة سيدنا علي ابن ابي طلب يبقى احنا كده البقيع ده مزار مهم جدا لأي واحد ان شاء الله بعد كده ينوي على عمره في المدينة المنورة بتمشي تقريبا حوالي ربعمائة متر على رجليك وبتخش هي دلوقتي بقى فيها الصور بتحر وخام وكلام منه فيه بقى مزارات تانية احنا بنروحوها اول مزار بنروحو في المدينة المنورة مسجد زل قبلتين وقلنا ان المسلمين كانوا بيصلوا تجاه المسجد الاقصى فجاتهم قال لهم خلاص نزل الوحي على الرسول فولوا وبهوكم شطر المسجد الحرام ولنولينك قبلة ترضاها فاصبح هذا المسجد فيه قبلتين قبلة بحرية وقبلة اللي حالين الناس بتصلي عليها الكبرة اللي بليه مسجد قباء مسجد قباء ايضا اللي بيزوره اجر عمرة يعني اللي بيروحو بيصلي فيه ركعتين لله طبعا صلي بقى مش ركعتين بقى ده فرصة يعني الراجل ياخد راحضه فيه اكنت كده تبلك سواب عمرة بالزبط فيه برضو في المزارات مسجد الجمعة مسجد صغار اوي معمول بالنخيل واللي سيدنا بلال بن رباح طلع وازن فيه والرسول صلى بالمسلمين اول صلاة جمعة فيه فسمية بمسجد الجمعة فيه ايضا جبل احد بتمشي فطرة كمان وبتطلع لجبل احد اللي حدث المعركة طبعا الشهيرة بين قريش وبين المسلمين او بين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسش فيها سيدنا الحمزة ابن عبد المطلب اسد رسول الله وعم الرسول وسبعين من الصحابة فالمقبرة بتاعتهم فيه في جبل احد فانت بتروح بتقرأ الفتحة لسيدنا الحمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا بتقرأها للسبعين صحابة اللي سشهدوا في غزوة احد يبقى احنا كده غطينا عمرة مقبولة يا عم الحج جابر وان شاء الله عوايدك احنا فيه ناس بيقوله وانتوا بتقولوا اللي بيعمل عمرة يا عم الحج احنا بنقول لكبير السن يبقى واحد كبير السن ونفسه يحج بنقوله يا عم الحج لما نلاقي واحدة كبيرة زي الحجة ام محمود بنقول لها ست الحجة حتى لو ما حجتش فطالما رحت عمرة وان شاء الله بإذن الله السنة اللي جاية نكونوا مع بعض ونطلح كلنا مع بعض بإذن لو كلكم وكل المشتاقين للحج فاحنا احتراما وتقديرا لهم فبنطلق لقب عم الحج فبنقول الحج ممحمود والحج جابر والحج محمد لازم اهو صغير بس خلاص فقا يبقى الحج محمد ففيه ناس بتقولك يا عم ده بعيد ودي حاجات مش عارفة يا جماعة كل الحج ما يبقى فيه مشاق ويبقى فيه تعب ويبقى فيه وهم كل ما السواب يبقى اكتر انا لما حجيت اول حجة كانت سنة 88 كان عندي 26 سنة كنت شاب قوي عطي عفي كنت بنزل اجيبي التلج من مسافة نص كيلو المطوف بتاعنا قال انتو سكنين تفتح الشباك تلاقي الحرم تفتح الشباك تلاقي الحرم رحنا السخل لقينا نبينا وبين الحرم يطلع كيلو اللارب قلت له بقول لكم بيه صلوا عن نبي كده وحلو وكل ما هنسعب رجلينا يعني 700 متر ولا 800 متر هناخدوا سواب وكويس للصحة وهديت الناس قالوا ده كان بيقول لنا لو فتحت الشباك هتشوف ايه الكعبة قلت لهم معلش ماتة برضو لو ماشيت شوية 700 متر هتبص هتلاقي الكعبة قداما وبالراحة وحجينا والحمد لله فكل ما كان فيه مشاق وتعب وكل ما كان فيه سواب انا جدتي حجت في 90 يوم 90 يوم يعني سنة 39 38 37 كانت على الجمال كانت تحكيلي يعني او يعني تقول عاشت فترة كبيرة جدا على فكرة عاشت لحدة 92 سنة كانت تقول لي احنا رحنا على الجمال بين 9 ايام يا 10 ايام ما ايش فاكرة 9 ايام في الحر الزمهرير وكل 5 كيلو ولا 10 كيلو يحطوا القافلة وقافلة كبيرة بري بري مش اوتوبسات ولا ميكروبسات ما كانش فيه على الجمال يا جماعة فاللي عايز يزور وعايز يلبي ده حاجة جميلة جدا وهنا بقى انا اغنيت طبعا الخال عبد الرحمن الابنودي اللي غنتها فاطمعيد كنت انا الامة الله يرحمها لما حبي مثلا ايه ابتزها في فلوس اشغلها لغنية دي الله يرحمها ويحسن اللي هي رايحة فيني يا حج يا شل سماوي رايح هزور الناب محمد والكعبة الشريفة الفين مبروك يا حجينا زورت التهامي وقيت لنا ونقول مبروك 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 عمرة مقبولة بإذن الله وعوايدكم كده وان شاء الله السنة اللي جاية تبع حجة كاملة وقال له الساس حمد ومحمود ومدام صحر ومدام وفاء والدكتور يحيى كلك يا اعتمروا بإذن الله اتباعا بقى وعلى فكرة عمرة رمضان يا جماعة فيها روحانيات كبيرة جدا 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 لأن بيختتم فيها القرآن وتبقى حاجة حاجة يعني جو فوق الوصف ويا السلام لما تفتر بقى وانت جو الحرم على تمرتين كده وكوبية حليب حاجة حلوة قوي قوي عقبالكم جميعا ان شاء الله نخش بقى على موضوع السحر المتداول والناس ما فيه السحر انتوا بتقولوا ايه لا السحر موجود ومذكور في القرآن وحاجات كتيرة جدا انا هنا مش هتكلم انا قلتلكم ليه بقى طويل جدا بقى طويل جدا 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 في يعني حاجات كتيرة جدا مرد في حياتي لكن اخطر الحاجات اللي مرد في حياتي هي وكرة القدم والافارقة لما كانوا بيجوا يجبونا الديوك والمعيز والكلام مننا عندنا طلت وقائع ما لكمش دعوة بقى بجمايكا اللي كان بيصد ولاعب كود فوار درقبة مسك مسك الشبكة بتاعة الحضر وقطعها بسنانه في وجود الرئيس مبارك سنة 2006 2006 اه 2006 قطع الشبكة الله بيدرب الكرة في دماغه عدت من الحضر وما دخلتش يعني الكرة عدت وفي حاجة حاجة بتا فكان طبعا الحضر يقال ان فيه جمايكا وكلام من ده وبيروح شبرخيت او منطقة يعني عندي جمجمون او جمجمون مش متذكر يعني وشبرخيت برضو كان معالي المستشار برطا ده بيود اسماعيل يوسف والفريق بتعز كل قبل برش الاهلي اتاب الشيخ اللي نكأ لاو فبيعمل بالعكس يروح الزمالك بقبط اتنين وثلاثة على طول اكتشف عنه ضيحتني يا اسماعيل عندنا ثلاث وقعات علشان ما نروحوش بعيد قوي الواقع الاولى هزيمة الزمالك خمسة واحد فو كوتوكو من ينسى هذه الهزيمة هزيمة ماريرة للزمالك من كوتوكو خمسة واحد وكان عليها اقويل كبيرة جدا 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 الى حتى الان وبعدها هزيمة النادي الاهلي لما بعد من سانت داونز 2019 اتهزم النادي الاهلي كام خمسة سفر اللي النادي الاهلي قعد سنتين ما جاش في غير هدفين والهزيمة الماريرة ايه التالتة اللي كان عليها كلام كبير جدا هي هزيمة منتخب مصر من غانا الفطاح البقى والجمعة وشريف اكرامي وبوتريكا ومحمد بركات اتهزموا ستة واحد في المباراة الاولى احنا عندنا المباراة يوم الثلاثة اللي جاي الساعة سبعة افتكروا كلام عادل فتح افتكروا كلام عادل فتح انا مش متطمن للمباراة دي ليه اولا افريقيا احنا ما بتكلمش هنا على ابيض واسمر واسود ازاي حيودوا اربح فرق زو بشرة بيضاء وتروح دولة واحدة غانا اللي اتعدلت مع ناجيريا يعني ناجيريا هي غالبا اللي هتروها لا يمكن لا يمكن الكنغو والمغرب المغرب رايحة اتعدلت برا ارضها مالي وتونس تونس رايحة بالهدف اللي الواد حطه في نفسه بتاع مالي ما فيش الكاميرون والجزائر الجزائر فازت على الكاميرون في الكاميرون واحد سفر يبقى الجزائر وصلت ركزوا الجزائر وصلت المغرب وصلت تونس وصلت كمان حيوصلوا مصر يبقى اربعة من دول البحر الابيض المتوسط ودولة واحدة ودولة واحدة من القرن الافريقي اللي هي غالبة حتكون ناجيريا مستحيل انا بقول مستحيل لان المعروف ان ايه اربعة من القرن الافريقي وواحدة من شمال الافريقي النهاردة تونس والجزائر والمغرب وصلوا كمان حيطلعوا مصر فانا اعتقد هيتعمل لنا سحر فمش عايز الناس سقف الطموح بتاعها بعد بكرة بعد بكرة انما تشوف تكروا كلامي وتعالوا راجعوني بعد بكرة يوم التلاتة الساعة سبعة الساعة تسعة نقولوا الحمد لله بس ربنا يسر بقى ما يكونوش عاملين لنا بقى ديك او معزة كل ما تقعد في المدرجات وتامن نلاقوا الهدى يبقى يعني الشناوح مش هيرترقب وللأسف الشديد وانا بقول للأسف الشديد ان محمد صلاح جه معجيل ضعيف جدا 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 في قرية القناة السحر موجود وحنتكلم بعد كده بحاجات في السحر كتير انا ذكرت لكم تلات حاجات اللي عايز يقول للاهل يخش فيه خمسة في ماتش ساندونز اللي مو ساماني دهوت المدرب دهوت على النادي الاهلي هو كان مدرب خمسة سفر من اللي الاهلي قعد سنتين ما يخشش فيه ثلاثة هداف كانت كارسة كان العاملين دي كل ما يعمل تلاقي الشناو بيقول ما كنتش شايرة كنت حسس ان فيه ده بقال له منطفى النور النور من يعمل نلعبه الساعة ثلاثة العاصر والمعزة بتاعت منتخب مصر اللي الرجل المسكها وقالع وداهل نفس وعمل مش عارف ايه وكل المعزة ما تعمل اه 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 هلاقي هب يروح شريف اكرامي نايم ماسك راس واقل جمعة راس واقل جمعة كان يامح عليه وصيب الكرة يا عم شريف انت بتمسك راس اللاعد والكرة دخلت جول ستة راح شريف بعد الهدف الرابع الموت عمل نفسه ميت وماكملش المباراة وراح منزلين الحارس الاحتياطي ما عرفش كان الشناو ولا بيه لا ما كانش الشناو او كان واحد راح محبود اتنر اخر ستة واحد ستة واحد يا اخوانا كانت كارسة في الجيل الزهبي اللحقة كل البطولات بتاعت الامم الافريقية 2006 2008 2010 يوم الثلاثة اللي جاي انا بقول لكم مش متطمد انا الوحيد اللي مش متطمد ويبقوا رهنوني بس هتقولوا عاد الفتح ده كان متوقع وقار المشهد كل التحية وكل الاحتراء بنبارك لحاج جابر بنبارك لمحمد استاذ محمد بنبارك للحاجة الكبيرة امه محمود بقول للمحسناء عذرا كان نفسا غطي واقول كلام كتير عندي في الشقة الجديدة اللي هي بتطلع لني لكن انا ممنوع من الكلام عندك على شك خاطر ابو حسناء احترم رغمته شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته